أما بعد فإن التصوف هو العلم والعمل التصوف الحقيقي هو العلم أي العلم بشرع الله والعمل بمقتضاء هذا هو التصوف الحقيقي ليس كما يتخيل كثير من الناس أن حقيقة التصوف سياب بالية ولحية طويلة وسبحة طويلة وعكوف في زاوية ليس هذا هو حقيقة التصوف وإن كان الصوفية عرفوا بالزهادة في الدنيا لكن مجرد الزهادة في الدنيا ليس حقيقة التصوف إنما حقيقة التصوف هو العلم بشرع الله والعمل بمقتضاء ذلك مع الزهادة في الدنيا قد يزهد في الدنيا يعني يكون مظهر مظهر الزهاد من ليس مؤمنة هذا ليس صوفية حقيقية وقد يكون مظهره مظهر الزهاد من اتخذ الزهادة أو صورة الزهادة عدة للاحتيال على الناس حتى ينال ما في جيوب الناس بطريق الاحتيال عليهم مثل ما بيقولوا عدة الشغل أحيانا المحتال بيكون عدة شغله سيجار وسيارة فخمة وأحيانا بيكون عدة المحتال إظهار المسكنة والزهادة وكليهما يريدوا أن يحتال على الناس ليأخذ أموالهم بالباطن فإذن التصوف الحقيقي هو العلم بشرع الله مع العمل بمقتضاء ذلك مع الالتزام بشرع الله تعالى وطرق أهل الله يعني أحباب الله الأولياء نحو أربعين طريقة الأصل في هذه الطرق والأصل في التصوف هو الإيمان الأصل الأول هو الإيمان فالصوفي وصاحب الطريقة أو متبع الطريقة الأصل الأهم والأساس هو أن يكون مؤمنا بدون إيمان كل ما يفعله ليس مقبولا عند الله الإيمان يعني الإيمان بالله والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بالله يتلخص بالإيمان بوجوده سبحانه وتعالى مع تنزيهه عن مشابهة الخلق وتنزيهه عن المكان واعتقاد أنه لا خالق إلا الله سبحانه وأنه لا يحصل شيء في هذا الكون من حرك أو سكون من خير أو شر إلا بمشيئته سبحانه وبتقديره تنزيه الله عن المشابهة عن مشابهة الخلق يعني أننا نعتقد أن الله تعالى لا يشبه شيئا من خلقه ليس نورا بمعنى الضوء ليس ظلاما لا يشبه الإنسان لا يشبه الجن لا يشبه ملائكة ليس جسما كثيفا مثل الحجر والشجر وهو ما يضبط باليد يعني يمسك باليد ولا جسم لطيف مثل الهواء والنور وهو ما لا يضبط باليد لا يمسك باليد النور جسم لكن جسم لطيف والحجر جسم لكنه جسم كثيف الهواء جسم وكل جسم محدود له كمية له حدود له مقدار والله تعالى لا يشبه ذلك ليس جسما كثيفا ولا جسما لطيفا ولا يوصف بالكمية ولا بالحدود ولا بالمقدار مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك وتنزيه الله عن المكان معناه أن الله تعالى لا يحويه مكان بالمرة شو يعني؟ يعني ليس في مكان لا نعرفه وليس في مكان ينتقل منه إلى مكان ومنه إلى مكان وليس في كل مكان بل ننفي عن الله التحيز في المكان لأن التحيز في المكان يقتضي أن يكون له حدود وله مقدار وله مساحة وكل ما له مقدار ومساحة وحدود يكون مخلوق بعض الناس طويل وبعضهم قصير بعضهم أطول من بعض بعضهم أعرض من بعض هذا الطول والعرض والمساحة هذا من علامات ومن صفات المخلوقات من علامات الحدوث ومن صفات المخلوقات والله منزه عن ذلك كل هذا مفهوم من قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء معنى ليس كمثله شيء يعني الله تعالى لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبه شيء من خلقه ولا بأي وجه من الوجوه لذلك قال الإمام زنون المصري مهما تصورت ببالك شو؟ الله بخلاف ذلك